يعتبره الكثيرون بلدة الا انه حي من احياء مدينة حلب ثلاثة اعوام مضت على تحريره من المجموعات الارهابية حي ليرمون لا يزال سكانه يئنون تحت وطأة عدام الخدمات الاساسية وابسط مقومات الحياة فلا ماء ولا كهرباء ولا خبز ولا مواصلات اضافة الى عدم صيانة جميع الطرقات والشوارع فيه الامر الذي انعكس سلبا على اعداد الاهالي الذين عادوا اليه لا خدمات لا في فرن لا في كهرباء لا في مي لا في مواصلات ولا اي شيء ابدا ابدا ايش عنا بحيب الليرمون موش لازمنا ما عنا شيء لالله خير اوه لا مواصلات لا مي لا كهرباء ولا شيء لالله خير اوه مدارس تعباني مواصلات ما في عنا يعني مواصلات كمان تعباني والمي والكهرباء ما فيه لا معونات يعني ما فيه والعالم اللي موجوده في البلد هنا ككذا عالي فيه 500-300 بالخالدية وغيرها ما عم يشعر ضيعة من قلة المواصلات والخدمات الضيعة ما فيه والمدرسة الرابعة والخامس سوا لا الثالث الرابعة سوا والخامس سادس سوا ما عم نفع عن أنسى شي معاوناتنا كبيرة كتير كتير من ناحية الكهرباء من ناحية المياه من ناحية النظافة من ناحية رش المبيدات من ناحية الإصلاحات في الشوارع لربما الجغرافيا كانت سببا في نسيانه فوقوعه على أطراف مدينة حلب قد يكون سببا في عدم زيارة المسؤولين له حتى اللحظة مختار الحي أكد على أنه تمت إعادة تأهيل مدرسة ابتدائية وحيدة لا تتسع للطلاب وأن مضخة المياه لا تعمل سوى مرة واحدة في الأسبوع ولمدة قصيرة الشعر الرئيسي لا زال منذ تحريره سنتين ونص حتى الآن شعر الرئيسي ما تخدم ولا طلعت جهة رسمية لتخدمه الكهرباء ما في عنا خبز فرن ما في مستوصف ما في المدرسة تم افتتاح طبعا طريق التربية وافتاح ست شعب صفية بعد ترمين مدرسة ست شعب تم افتتاحها وأنه عامين طلابنا يدرسوا بست شعب صفية فقط لكن الحالة القادمة نحن محتاجين ستة أخرى يعني نحن بحاجة ازدياد طلابي وممكن السنة القادمة أو العام القادم نحن نكون بضائقة بالصفوفنا بلغ عدد العائلات التي عادت إليه ثمانين عائلة إلا أن أكثر من مئتي عائلة أخرى لا تزال خارج الحي تقطن في أحياء قريبة وما يمنعها من العودة إلى منازلها إن عدم الخدمات بشكل كامل تقريبا هيثم كزو قناة سمى الفضائية حلب